اشتركوا في القناة من بعد ما نشفنا في النشاط الأول أهمية الماء والأملاح المادينة باسم النباتات وكذلك البنية المسؤولة على الامتصاص الآن نشوف النشاط الثاني تبادل الماء بين الخلية النباتية والوسط الخارجي الذي يحيط بها لدراسة النشاط نقترح عليكم محاور التالية في المحور الأول سوف نتطرق إلى بعض الملاحظات العامة يليها في المحور التالي ملاحظات أكثر تفصيلية ملاحظات مجهرية وننهي بالمحور التالي الذي سوف نتطرق داخله إلى آلية تبادل الماء بين الخلية النباتية والوسط الخارجي أو كيف تقوم النباتات بهذا التبادل للماء بينها وبين الوسط الخارجي وقد نبدأ بملاحظات عامة في هذه الملاحظات العامة سوف نختار قطع من البطاطس التي لها طول موحد وحجم موحد ثم نقوم بوضع هذا القطع من البطاطس داخلها أنابي باختبار تختلف ما بينها حسب التركيز ونحصل في النهاية على الأشكال التالية واللاحظة الذي نحصل عليه وهو أن جميع هذه القطع التي كانت في البداية لها طول موحد الآن تغير طولها بحيث أننا نمشي من الأطول إلى الأقصر وفيما يتعلق بالتركيز فاخترنا مادة نطيفها إلى الماء المقطر بتركيزات وبكميات مختلفة وهذه المادة هي سكر السكاروز باش نكون عماليين فنقترح عليكم الجدول التالي في هذا الجدول تظهر مجموعة من الأنابيب وهي 9 أنابيب اختبار بحيث أنه في الأنبوب الأول كميات أو حجم السكاروز هو 0 وحجم الماء 4 مليلتر فيكون تركيز بالمول على اللتر هو 0 أيضا في الأنبوب الثاني أضفنا نسبة أو حجم 0.5 مليلتر من السكاروز وحجم الماء 3.5 بسبب أن المجموع دائما في الحجم 4 مليلتر وأيضا ارتفع التركيز إلى 0.125 في الأنبوب الثالث دائما نضيف أو نزيد حجم السكاروز وينقص حجم الماء فيرتفع التركيز إلى 0.25 أنبوب الرابع والخاميس السادس إلى غاية الأنبوب التاسع في الأنبوب التاسع كاللاحظة بأن محلول السكاروز أخذنا منه 4 مليلتر التي تساوي الحجم الإجمالي لكل محلول داخل الأنبوب ويدول على ذلك حجم الماء اللي هو أصبح 0 مليليليتر ويكون التركيز بالتالي هو واحد مولول على اللتر والأنابيب التي لدينا لاحظوا هنا عدنا أنبوب الأول أنبوب الثاني إلى غاية الأنبوب التاسع وهنا عدنا العملية كنتظر بشكل عكسي القطعة الموجودة في أنبوب واحد هي هذه والقطعة الموجودة في أنبوب التاسع هي القطعة الأخيرة بدا نلاحظ بالنسبة للطول الطول في القطعة الأولى هو أكبر بكثير من الطول في الأنبوب التاسع وهو نفس الشيء الملاحظ داخل هذه الأنابيب في الأنبوب الأول عدنا قطعة أكبر حجما أو أكبر طولا وفي الأنبوب التاسع عدنا القطعة الموجودة هنا هي أصغر بكثير من القطعة الموجودة في الأنبوب الأول إذن كنترحوا التساؤل تساؤل لعدنا هو ماذا ما هو سبب تغيير هذا الطول فإنبسنا للتحليل في التحليل عندنا يرتفع طول القطع كلما كان التركيز ضعيفا الدريع على ذلك هو ماذا هو أنه في الأنبوب التاسع الذي تركيزه واحد مول على اللتر كان طول القطع صغير جدا بينما في الأنبوب الأول الذي تركيزه هو صفر مول على اللتر كان الطول أكبر وهذاك خلينا نتسألوا ما هو العامل أو العنصر الذي أدى إلى الزيادة في الطول بما أنه في الأنبوب الأول الذي توفر على أكبر طول وضعنا الماء المقطع فقط فالعنصر المسؤول عن الزيادة في الطول سيكون هو الماء بحيث أن الماء سيمر من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي للخلايا المشكلة لهذه القطع وكم ملاحظة إذن تبلغ القطع أقصى طولها داخل الماء المقطع وهذاكي خلينا نعطيه استنتاج التالي مرور الماء من الوسط الخارجي نحو الوسط الداخلي هو المسؤول عن تغيير طول القطع يمكننا نخده تساؤل تاني أو تساؤل عكسي وهو ما هو سبب النقصان من طول القطع دير البطاطس فسيكون عندنا هو العكس أي خروج الماء من هذه القطع أو من خلايا هذه القطع دير البطاطس نحو الوسط الخارجي الآن بعد ما شاهدنا الملاحظات العامة سنرى ملاحظات مجهرية لكي نعرفها بالضغط ما هو العامل المسؤول عن الزيادة أو النقصان في طول القطع التي استوفر داخلها على خلايا لهذا الغرض نحتاج إلى دراسة حالتين حالة الأولى إذا كان الوسط الخارجي ناقص توطر مدعني من ناقص توطر لعنى أن التركيز هو ضعيف وقد نأخذ التجربة التالية عدنا جزء من البصل سوف نقوم بقطع جزء معين داخل الغشاء الداخلي لهذا البصل وليس الغلاف الخارجي ثم نقوم بعد هذا بإزالة قطعة من البشرات الداخلية للبصل ونقوم بوضعها بين صفيحة وصفيحة مع إضافة قطرة ماء بين الصفيحة وصفيحة نضغط جيدا معها الأخذ بالاعتبار بأن الأمر يتعلق بصفائح زجاجية وبالتالي لا يجب كسر هذه الصفائح لماذا نضغط على الصفيحة والصفيحة؟ وذلك بغرض إزالة فقاعات الماء الموجودة بين الصفيحة والصفيحة والتي تجعل الملاحظة المجهرية صعبة نسبيا بعد هذه العملية نمرر الصفيحة والصفيحة إلى الملاحظة بالمجهر الضوئي فنحصل على الشكل التالي للخلايا إذن في هذه الملاحظة المجهرية عندنا تحليل تحليل دل هاد الملاحظة ما الذي يظهر داخل هذه الخلايا هنا لدينا مجموعة من الخلايا النباتية والخط الأبيض اللي عندنا هنا أو الشفاف هو يدل على الفرق بين الخلايا فتظهر بأن الخلية مملوئة عن آخرها بالتالي في تحليل نقول بأنه داخل قطرة الماء المقطر ببعن أن المحلول ناقص التوتر أو دون تركيز ضعيف فإن الخلية تمتلئ عن آخرها وهذاكي خلين نعطيه استنتاج تالي في هذا الاستنتاج داخل الأوساط ناقصة التوتر أو دات التركيز الضعيف يستمر الماء بالدخول إلى داخل الخلية مما يؤدي إلى امتلائها نتيجة امتلاء الفجوة المعروف أن الماء عندما يمر إلى داخل الخلية يتم استقباله داخل الفجوة فتمتلئ هذه الفجوة وبالتالي تظهر الخلية بأنها مملوئة عن آخرها الحالة الثانية وهي حالة عكسية بحيث أنه سنأخذ وسط خارجي مفرط التوتر أي أنه مرتفع التركيز ويمكن الرفع من التركيز بطبيعة الحال بإضافة مادة داخل الوسط الخارجي الذي يمكن أن يكون ماء مقطر زائد هذه المادة عندما نغير كمية هذه المادة التي تدوب داخل هذا الماء المقطر فتتغير أيضا تركيز المحلول وتركيز الوسط الخارجي وسنعيد تجربة السابقة مع بعض الاختلافات سنأخذ قطعة بصل نقوم بإزالة جزء من غشائها الداخلي والحصول على قطعة من البشرة الداخلية نضعها بين الصفيحة وصفيحة وقبل توضعها داخل الصفيحة وصفيحة نغمرها داخل محلول السكاروز ثم نعرض الكل إلى الملاحظة المجارية فتظهر الآن الخلايب هذا الشكل فيلاحظتوا إلا قارننا بين هذا الشكل والشكل السابق اللي شاهدنا داخل وسط خارجي ناقص توطر فقد ظهرنا الحد الخارجي للخلية بينما عندنا انقلاعات داخل هذه الخلية بحيث أن ريشاء استوبلازمي مبقاش ملتصق تماما مع الجدار الخارجي للخلية هذه الانقلاعات تدل على أن الفجوة لم تعد ممتلئة عن آخرها بل أنها نقص حجمها في التحليل عند غمر الخلايا داخل محلول السكاروز ومحلول مفرط التوتر أو مرتفع التركيز يصغر حجم الفجوات الخلوية ما هو السبب وهو اللي نوضعه في الاستنتاج صغر حجم هذه الفجوات الخلوية هو بسبب كما قلنا خروج الماء من داخل الفجوة نحو الوسط الخارجي عند غمر الخلايا داخل محلول السكاروز لقناوة مفرط التوتر يستمر الماء بالخروج من الخلية مؤديا إلى بلزمتها بما لا نقص حجم فجوتها وهي الحالة المعاكسة للامتلاء اللي شفنا في الحالة السابقة حيث كان الوسط الخارجي ناقص التوتر كخلاصة الآن فلاخدنا الخليتين في وسطين مختلفين خلية في وسط ناقص التوتر او داعف تركيز وخلية ثانية في وسط مفرط التوتر او كبير التركيز في الوسط ناقص التوتر لحتى عندنا الفجوهية ممتلئة عن اخرها وهذا يؤدي إلى أن يكون الغشاء استوبلازمي ملتحماً نسبياً مع الجدار الهيكلي اللي هو الجدار الخارجي للخلية بينما في وسط مفرط التوتر فكتلاحظوا بأن الغشاء استوبلازمي انقلع عن الجدار الهيكلي واعطنا هذه الفراغات والتي لاحظناها في حالة محلول مفرط التوتر وقلنا السبب هو دخول او خروج الماء إذا كان الماء يمر إلى داخل الخلية سيؤدي إلى حصول الحالة الأولى حيث الوسط الخارجي ناقص التوتر وإذا كان الماء يغادر الخلية او الفجوة في اتجاه الوسط الخارجي فإننا نحصل الحالة الثانية لحالة البلزمة وهذا نجمعه في الخلاصة التي نقول بأنه تتغير استجابة الخلية في تفاعلها مع الوسط الخارجي حسب تركيز هذا الوسط الخارجي الحالة الأولى إذا كان التركيز منخفض بمعنى أن الوسط الخارجي نسميه ناقص التوتر أو منخفض التركيز فهذا يؤدي إلى دخول الماء إلى داخل الفجوة وحصولنا على حالة الامتلاء في الحالة الثانية إذا كان التركيز الوسط الخارجي مرتفع هذا يؤدي إلى خروج الماء الآن من الفجوة نحو الوسط الخارجي ونحصل على حالة البلزمة في المحور الثالث سوف نرى آل يتبادل الماء بين الخالية النباتية والوسط الخارجي بمعنى آخر كيف تتم هذه العملية للخروج الماء من الخالية في حالة معينة أو دخوله نحو داخل الخالية في حالة أخرى ولهذا سوف نختار المناولة التالية فالمناولة عندنا وسطين A و B ويفصل بينهما غشاء نصف نفود نصف نفود يعني أنه لا يسمح إلا بمرور جزيئات الماء بينما يحجب الجزيئات الأخرى عن المرور عبره الوسطين A و B يختلفان من حيث التوتر B ومفرد التوتر لح تعدى إضافة دي الجزيئات باللون الأصفر بينما الوسط A هو ناقص التوتر في بداية تجربة مستوى الماء على مستوى الأنبوبين الأنبوب الأول لخارج من الوسط A والأنبوب الثاني لخارج من الوسط B عندهم نفس المستوى دي الماء في نهاية التجربة نحصل على جديد وهل جديد وماذا يحطون في الأنبوب اثنان ارتفع مستوى الماء بينما في الأنبوب الأول نقص مستوى الماء وهو نفس الشيء الذي يحدث عند خلية موضوعة في وسط مفرد التوتر بحيث أن الماء يخرج من الخلية نحو الوسط الخارجي مفرد التوتر وسمينا هذه الحالة بحالة البلزمة أهم شيء إذن في هذه التجربة هو مدى أن مستوى المحلول داخل الوسط مفرد التوتر يرتفع إذن ما الذي يحدث في هذه التجربة كاستنتاج يمر الماء من الوسط الأقل تركيزا لهو الوسط A نحو الوسط الأكتر تركيزا لهو B عبر اختراق غشاء الخلية الذي يمثل في التجربة الغشاء نصف النفود بين الوسطين A و B ونسمي هذه العملية المرور الماء من وسط أقل تركيزا نحو وسط أكتر تركيزا بظاهرة التنافذ أو الأسموزية أو أيضا الأسموز منساش بأنه ليس دائما الخلية هي الأقل تركيزا والوسط الخارجي هو الأكتر تركيزا بل يمكن أن يكون العكس أي أن تكون الخلية مفرطة التوتر أو أكتر تركيز والوسط الخارجي أقل تركيز وبالتالي سوف يمر الماء من الوسط الخارجي الأقل تركيز إلى الوسط الداخلي لخلية الأكتر تركيزا كيف نفسر الآن هذا التبادل دي الماء بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي الخالية فإن لاحظنا الوسط B الذي ارتفع داخله مستوى الماء السبب هو أن هذه الجزئات الإضافية اللي عندنا هنا باللون الأصفر تمارس قوة جاذبة على جزئات الماء وتجعلها تمر من الوسط A الأقل تركيزا نحوها وبهذا يحدث المحلول الأكثر تركيزا ضغطا نسميه الضغط التنافذي يعبر عن قوة جذب لجزئات الماء من طرف الجزئات الموجودة في وسط الآخر والتي ترفع تركيزه وبالتالي يحدث هذا الانجداب دي الجزئات الماء نحو الوسط أو في اتجاه الوسط أو المحلول المفرط التوتر هذه العملية ديال الضغط التنافذي تعبر عنها صيغة اللي هي P اللي هي الضغط التنافذي تساوي R C T N وغضي نعطيه المفهوم ديال كل رمز استعملناه في هذه الصيغة P هي الضغط التنافذي بالأتموسفير ثم R يتابيزة الغازات التي تساوي دائما صف وصف 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 2 تبالين والC هي التركيز المولي للمادة المدابة في المحلول بالمول على الليتر تاي درجة الحرارة وكنحسبها بدرجة الحرارة المطلقة حيث أن كل درجة حرارة مطلقة تساوي درجة الحرارة بالسيلسيوس زائد مئتين وثلاثة وسبعين N تعبر عن معامل التفكك حيث أن الجزئات التي نستعملها أو التي تستواجد داخل الوسط الأكثر تركيزا يمكن أن تتكون من إيونين مختلفين في حالات الجزئات N A C L المكونة من N A و C L إذن عندنا إيونين وبالتالي تفكك يعطينا إيونين مختلفين وخصنا نأخذه بعض الاتبار في حساب ضغط تنافذي نتمنى أن تكون الفيديو فاتكم وننتقي في الفيديو المقبلة شكرا ترجمة نانسي قنقر